لكن كما قال يسوع لشاول الترصوصة لماذا تضطهدني صعب عليك أن ترفس مناخس وعاوز أقول أحباء الآية الموجودة في سفر الجامعة إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق في البلاد فلا ترتع لأنه فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما ألا يخطر على بالك فرضا على سبيل المثال فرضا أن الغرب اكتشف هذه العوبة والإضطهادات ولو عاوز يتكلم باللغة التي تتكلم فيها ألا يستطيع أن يبيد العالم في خلال ساعات قليلة طب لاش الغرب انسى الغرب اتعاطف مع الإسلام وباع نفسه لكن ماذا عن الشرق؟ ماذا عن روسيا؟ روسيا طبعا الكنيسة الأرتدوكسية لو صمم بوتين أن هذا ضد روسيا شو ممكن يعمل أو شو ممكن تعمل روسيا في العالم الشرق أوسطي؟ مش بإمكانها تبيد الشرق الأوسط كمان أيضا في ساعات فلا تعتمد على القوة ولا تعتمد على السلاح ولا على الغنى ولا الجبروت كل هذا بزول ترجمة نانسي قنقر